وفي التفسير القانوني للخلافات السياسية ناقش الرئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارد القرارات الأخيرة بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم وبين أن الخلافات بين بغداد وأربيل يجب أن لا تؤثر وتحرم موظفي كردستان من رواتبهم وأضح بأن دستور جمهورية العراق أقر إقليم كردستان العراق وسلطاته القائمة تعد إقليما اتحاديا وله الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا لا تعمل في نظر القضايا من تلقاء نفسها وإنما بناء على دعاوة تقام أمامها من قبل مدعين وأن المحكمة لا بد لها أن تحسم تلك الدعاوة وفقا للدستور والقانون داعيا بحثة الأمم المتحدة في العراق للعب دورها في حال المعويقات التي تواجه انتخابات برلمان كردستان